تولي مملكة البحرين التعليم اهتماما كبيرا باعتباره البوابة الرئيسية لتحقيق الأجندة الطموحة ومواكبة التغيرات والتطورات المختلفة في العديد من المجالات منذ بداية التعليم النظامي في مملكة البحرين عام 1919 والمملكة تحتل المراتب الأولى في تصنيف الدول التي وفرت التعليم للجميع دون تمييز حيث أكدت التقارير الدولية وصول مستويات التعليم والثقافة إلى أكثر من 95% في المملكة وأتت هذه النسبة إثر الاهتمام المتواصل في التوسع في البنية التعليمية الأساسية من خلال تهيئة المدارس من الناحية التوعوية والتدريبية وتعزيز الموارد البشرية وتدريبها إضافة إلى الارتقاء بالتعليم ما قبل المدرسي ما فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في العملية التعليمية واستحداث التشريعات والقوانين التي تدعم هذا القطاع وتدعم التطور فيه فبدءا من رياض الأطفال وصولا إلى التعليم العالي والقطاعين العام والخاص يتشاركان في تطوير التعليم من خلال افتتاح مدارس جديدة بمواصفات عصرية واستحداث المناهج التعليمية ووزارة التربية والتعليم تتابع هذه الشراكة عن كثب من خلال مشاريع عدة منها مشروع تحسين الأداء المدرسي والتمكين الرقمي والمدرسة المعززة للمواطنة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير الأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين واستحداث هيئات خاصة بالقطاع التعليمي لضمان الجودة التعليمية ووضع معايير وأطر لقياس جودة الأداء للمؤسسات التعليمية والتدريبية إضافة إلى إجراء مراجعات موضوعية لتقييم أداء كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية المرخص لها بالعمل في المملكة وتقييم مستوى التقدم في عملية التعلم مملكة البحرين اتخذت خطوات حثثة في تطوير التعليم مبرزها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتعليم ووضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها ما مكن المملكة من امتلاك واحد من أكثر الأنظمة التعليمية تطورا في المنطقة والتي حققت من خلالها تقدما وتطورا كبيرا ومستداما في استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم وحققت إنجازات عدة منها اعلان اليونسكو عن اطلاق الدورة الثامنة من جائزة اليونسكو الملك حمد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم عام 2016 والمركز الأول في اختبار دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم عام 2015 والتميز في توفير التعليم للجميع من قبل اليونسكو التعليم هو الركيزة الأساسية للنهوض بالأمم والمجتمعات وهو ما تركز عليه مملكة البحرين وتسعى في تطويره من خلال الوصول إلى تناغم مباشر مع التغيرات العلمية والتقنية والمعلوماتية العالمية ترجمة نانسي قنقر